موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله أوقاتكم أحباء الطلبة اليوم رح نكمل حصة تأسيس خمسة في العضوية حصة رقم خمسة في تأسيس المركبات العضوية الحصة الماضية كنا بدأنا بالعائلات العضوية اللي هي المجموعات الوظيفية وكنا أخذنا هالدات الألكيل هالدات الألكيل تمام؟ ويعني هاي من الأشياء اللي يعني مننا نركز فيها Rx Rx قلنا وX هي هالوجين وR ثلاثة الكربونية تعلمنا كيف نسميها ثم بعد ذلك أخذنا إشي اسم الكحولات الراويتش هذيك الريكس R-O-H وحكينا كيف نسميها يعني من الآخر بنقول الكا نول الكان مع المقطع واو لا ثم أخذنا الرر اللي هي الرر عبارة عن الإيثارات R-O-R وحكينا كيف نسميها بدون ترقيم نذكر أسماء مجموعة الألكيل مع كلمة إيثار وعطينا عليها بعض حالات التصاوق على اللي هي ما تسمى مصاوغات اللي هي الكحول والإيثار بالصيغة العامة اليوم إن شاء الله رح نكمل كمان مجموعات وظيفية مطلوبة مننا وهي سهلة جداً المجموعة الوظيفية اللي رح نتكلم عنها اسمها الألديهايد الألديهايدات الألديهايد يمتاز بوجود مجموعة وظيفية تسمى الكاربونيل كاربونيل هاي هاي سيدة بالبند أو ذكروا الكاربونيل هاي سيدة بالبند أو دائماً دائماً عليها H في الألديهايد وهي طرفية يعني الطلاب بيسألك شو يعني طرفية يعني تقع على الطرف عذرت الكاربون رقمه أحد عشان يكون سيدة بالبند أو على الطرف لازم يكون عليها H وعندما تكون سيدة بالبند على الطرف لأنه إلها عائلة أخرى ما بتكون على الطرف فابدنا ننتبه سيدة بالبند أو على الطرف فتسمى ألديهايد هسا تكتب بشكل مختصر R-C-H-O يعني هيك فأتا بدون ما تحطوا الرابطة R-C-H-O الطالب بيجي بقول لي أستاذ مش هاي كحول بقول له لا يا أستاذ الكحول R-O-H كحول بس هذا الألديهايد R-C-H-O بقدر أكتشفه الـ H ما بتعمل رابطين يعني مش معقول لي تكون عامل رابطة مع الأو رابطة مع السي فهي R-C-Double Bond O فبالتالي بدي أنتبه له عادة هذا الألديهايد كعائلة عضوية مهمة جدا في تسميتها بقوله اسم الألكان زائد آل يعني لما بدي ألفظها ال-K-N-A-L آه اسم الألكان زائد آل مع بعضها بسموها ال-K-N-A-L تمام عشان تكونوا عارفين أنا قولت طرفية طرفية يعني لا تأخذها رقما عند التسمية بس رقمها دائما واحد لأنه من عندها بدي أبلش أعد وكالعهد العد في أطول سلسلة بقول اسم الألكان بما أنه ألديهاد وبضيف له المقطع آل فبصير ال-K-N-A-L تعالوا نشوف كم مثال على ترقيم أيه لا يوجد ترقيم لمجموعة الكاربونيل في الألديهايد أول شغلي بشوفه H-C-O-H H-C-O-H ميثانال طب شو عرفني أنه ألديهايد هسا ال-C-O-B-OND هاي كاربوند عليها H إذن هي ألديهايد كم ذرة كاربون واحدة تعد هايديه السي ميث فهي ميثانال ميثانال لما بيختصوها بيكتبوها هي يا جماعة كاختصارة ساعتها الطالب بيصير يلد خيم H-C-H-O أنا بالنسبة إلي بدي أتعلم أني أقرأها هذه هي نفسها الميثانال بيجي الطلاب بيجي بيقول لك أستاذ H-C-O-B-OND-O H-C-H-O 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 بيصير يقرأ ياباني هون بالياباني H-C-H-O H-C-H-O هاي شو H-C-H-O H-C-H-O هي نفس الميثانال هذا زي ما بيقرأها الطالب إحنا ما نقول فهذه الميثانال تكتب بالصورة هاي طب أستاذ لو كانوا ذرتين كربون ها عادي هيا كربونيل واحدة تنتين إيثانال نعم ليش إيثانال لأنه ذرتين كربون بما أنه هايها كربونيل على الطرف فهي عبارة عن إيثانال طب نشوف ثلاث واحدة تنتين ثلاث آه أستاذ واحدة تنتين ثلاث بروبانال بروب بروبانال ماشي الحال تمام بروبانال طب أستاذ ممكن يجي تفرعات ممكن يجي تفرعات بس اذكروا إنه لما بيجي تفرعات في مجموعة هاي هاي ألديهايد طب أستاذ من وين نعد نعد من جهة افرض كان التفرع أقرب من هون لا يعني هذه صاحبة المجموعة هي موقع التميز في المجموعة اللي هي في العائلة الألديهايد فالمجموعة الوظيفية إلها الأولوية صح هي ما بتاخدش رقم يعني لما بسميها بكتب الاسم ما بحط رقمها لأنه شو رأكون رقمها دائما واحد اتنين ثلاث أربعة فمنقول اتنين مثيل هايو اتنين مثيل هذا مثيل صح بيوتانال هسا لو واحد أجأ كتب اتنين مثيل واحد بيوتانال آه واحد بيوتانال هذا خطأ تسمية طب شو خطأ التسمية لأنه قال واحد بيوتانال ومستحيل خلاص ما هي رقمها واحد يعني مستحيل تجي الألديهايد إلا طرفية هاي يقصد في الطرفية أي سيدة بالبند أو عليها إيش إتش فبالتالي بدنا نكون من تبهيل اللي هاي الصيغة طبعا صيغة بنائية ككتابة كتسمية سهلة آه ككتابة صيغة بنائية اكتب صيغة بنائية للمركب العضوي بيوتانال آه بيوتانال بيوت أربع ذرات كربون آه شو رأيكم نكتبها مع بعضنا بيوت أربعة أنا كاتبها بس مش غلط إننا نكتبها بيوت أربعة بس قلينا ننظف شوي هذا الخط بيوت أربعة بما إنه قال هاي شطارتي لو أو أو إتش مثلا عالطرف بيكون محدد لو الموقعها هون قال قال لا قال ولا قلنا قال على الطرف طب أستاذة حطها على اليسار ولا من نفس الإشي تياما وقدرة ما استطعت هاي إتش سي دابل بوند إتش طب أستاذ لو كتبت سي إتش أو ما فيه مشكلة إتش ثري إتش تو إتش دو سي دابل بوند أو إتش هذه تسمى اللي هي البيوتانال تمام بيوتانال تمام هاتش بنفس بنفس المجموعة الوظيفية كاربونيل أيها ليش قلت رح نرجع لأنه هس الآن الكاربونيل موجود بعيلتين لما بحكي كاربونيل إما في الألديهايد وإما في الكيتون طب شو الفرق بين الألديهايد والكيتون الكيتون في كاربونيل بس بدكوا تعرفوا أنه هيها مجموعة الكاربونيل في الكيتون آه زي ما قلت محاصرة بكاربون من الطرفين يعني أنا كاتبها بس بحبة شو اسمه لا تقع على طرف السلسلة وإنما محاصرة من الطرفين بايش بكاربون ولذلك لما أنا بحكي كيتون ما بينفعش هذه الأر تكون إتش لأنه لو صارت إتش شو بتقلب ألديهايد فالفرق بينهما عبارة عن شعرة بسيطة الفرق بينهما إنه لو كاربون العليها إتش هي ألديهايد كاربون العليها يسارا يمينا اللي هي كاربون فهذا يعاد من الكيتونات شو بصنف المركب يصنف من عائلة الكيتونات الآن يا جماعة بالنسبة للكيتونات كأقل كيتون يعني يتألف من ثلاث ذرات كاربون ما في كيتون ذرتين لأنه طلعوا هاي وحدة لو قلت هاي وحدة هاي ثنتين طب لو حطيتها إتش بصير ألديهايد فلازم أقل كيتون عشان أقتنع إنه ينتمي لعائلة الكيتونات يكون ثلاثة سي والكاربون بالنص فبالتالي ما في كيتون أقل من ثلاث ذرات كاربون هذي معلومة مهمة جدا فيش كيتون بذرتين وفيش كيتون بوحدة الكيتون وحبقول لك طب سيدة بالبون حط إتش وإتش أهلين إحنا نقول السيدة بالبون كاربون اللي يجب أن تحاط من الطرفين بكاربون من الطرفين ماشي الحال بدنا نكون منتبهين لهذه لهذه الأمور طب أستاذ كيف بيسموا الكيتونات أستاذ بيسموا الكيتونات بطريقة بسيطة يجب أن يقولوا اسم الألكان زائد المقطع وانون الكانون ها تلفظ مع بعضها الكانون يعني طالب يذكر كيتون من اسمه حتى خذوا آخر مقطع منه وانون فلذلك بيقولوا الكيتونات ماشي الحال أنا ناس الكمامة وبشرح قاعد في الكمامة متعودين تعودنا صارت جزء من حياتنا الكيتونات تمام آه تمام يا أستاذ طيب يول تعالوا انسمي بسم الله الرحمن الرحيم بطريق CH3 CW بوند O CH3 شو هاي أستاذ هذا كيتون مدام كيتون بروبانون واحدة ثنتين ثلاث بروبانون طب أستاذ نحط الله رقمها إليه مهم الثلاث جايب النص مش رح تغير مكانها طب واحد بقول لك طب حط على الطرف بتصير ألديهايد إذن هذه هذه هي ميزة الكربون طب ثلاث ثلاث ذرات كربون بروبانون على فكرة هذا له اسم شائع في الدنيا بيسموه أسيتون الأسيتون مادة تستخدم في إزال الطلاء الأظافر ألا وهو البروبانون بس طبعا كاسم متعارف بمفاشروا هالبياء وقلوا أعطيني علبة بروبانون بلحقني بالعصى لأنه فعليا مرات ببعوه بالدكاكين مش شرط ضيذلية أسيتون اسموه متعارف واحدة تنتين ثلاث أربعة بيوتانون واحدة تنتين ثلاث أربعة بيجي الطالب بقول لك طب نقول اثنين بيوتانون فيش داي طب ليش لأنه أستاذ لو حطيت أنا هاي هون هاي زحتة هون طلعوا بدي أعد من الطرف هذا بصير رقمها واحد اثنين طب من هون واحد اثنين وبالتالي أنا بلحق المجموعة الوظيفية الذي يأخذ رقما أقل في أطول سلسلة تم اختياره هي المجموعة الوظيفية بدي أكون أنا أعرفها لكن لما يصير طول السلسلة خمسة فما فوق لازم أحدد وين موقع إيش اللي هي المجموعة الوظيفية ليش هس هاي وحدة تنتين تلات أربعة خمسة وين موقع مجموعة الكربونيل جاي على الثاني فبقوله اثنين بنتانون طب أستاذ لو صارت هيك أتغير مكانها واحد اثنين تلات أربعة خمسة صفت هاي أطول سلسلة خمسة كربون الكربونيل على الذر الثاث فبقوله ثلاث بنتانون إذن يجب تحديد موقع مجموعة الكربونيل في الكيتون عندما يصبح طول السلسلة خمسة كربون فما فوق لأنه حسا الطالب تجبوا اللعبة طيب يا أستاذ لو جبت هاي الكربونيل له هون بتصير أربعة لا بتصير اثنين بترجع إنتوا عارفين إنه الكربونيل أنا لما بطلع في السلسلة خمسة كربون هذه خمسة كربون وهاي خمسة كربون طب أستاذ لو كانت الكربونيل هون ولا كانت هون رقمها اثنين واحد actively بينما ما تكون هون شو رقمها هاي ثلاث بن تانون طبعا مش حاطل اتشات وهي اتنين بنتانون طب أستاذ لو كانت هيك شو بتصير بيجي وظلك طالب واحد بنتانون بتقول له عقلك بنتانون هذا الديهايد كاربوني على الطرف فهذا هو عبارة عن بنتانال لاحظوا كيف قلبت كنت اون صرت طب شو اللي خلاني اصير اقول ال لانه هذه كاربونيل هيا على الطرف طب شو الدليل انه عليها اتش شو عليها اتش انشان هيك يا جماعة انا لما باجي على الكاربونيل وبدرس الكاربونيل وبتعامل معها كمجموعة هي تشمل عائلتين عائلة بيدلعوها الديهايد وعائلة بيدلعوها كيتون الالديهايد هيو وهي كيتون هيك الطالب بدي يكون عارفهم حافظهم طب كيف بميزهم هاي دائما ها في الالديهايد عليها عليها اللعنة عليها اتش هيها صح؟ بينما هاي محاصرة من الطرفين بايش؟ بيكاربون يا استاذ ماهر وضعنا لوز تمام التمام وبالتالي ما رح اخاف هذه بضفولها ال في اسمها هاي بضفولها اون طب اون لمن؟ الكنون الكنال الديهايد وكيتون تعالوا نشوف هذا اللي هو الاسم اللي هون استاذ قعد من هون ولا من هون؟ طب تعالوا لو جينا نشغل مخنى الاولوية بين وبين كل الكربونيل بس الكربونيل انا شايفه واحد اتنين تلات جاي بالنص واحد اتنين تلات حسا بعد ما يتساوى موقع الكربونيل سبق اني شرحت الفكرة في الالكين ببدأ اعد من الطرف الذي يعطي التفرع رقم اقل لانه طلعوا انا واحد اتنين تلات واحد اتنين تلات ما قصرتش واحد اتنين تلات اربعة خمسة حسا الكربونيل على الظرة الثالثة بقوله ثلاثة بنتانون بينما هون اثنين ميثيل هيا اثنين ميثيل ثلاثة بنتانون بيجي واحد مصطول بيقول لك الاستاذ قال لي انه لو لو هي للكربونيل بيجي عد من هون واحدة ثلاثة بنتانون ما قصرش معها بل اسم الكربونيل موقعه ثابت بس هاي رح تطلع رقمها كم اربعة ساعتها ما بصير اقول اضع مثيل طالما اني ما اكترتش على موقع الكربونيل عد من الطرف الذي يعطي التفرر رقما ايش اقل في اطول سلسلة تم اختيارها هاي بالنسبة ل اللي هو ما يسمى الكيتونات وتسمية تسميتها سهلة وطبعا احنا عفكرة ما منخوض كثير في التسمية لانه في التوجيه صراحة ما بيطلب مني يسمي المركب لكن احنا لانه من اسس طلابنا طلاب الاول ثانوي يعني لما بيكون يعرف الاسم طبعا العائلة مهم جدا المجموعة الوظيفية كتابة الصيغة اشي مهم جدا 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 حسا انا لما بيطلب مني طبعا اعرف انه الالديهايد والكيتون وجهان لعملة واحدة لهم نفس الصيغة الجزائية سي ان اتش تو ان مع او عسا اذا رجعت لورا شوي اه خلينا نفتح صفحة جديدة اذا رجعت لورا انا اعطيتكو سي ان اتش تو ان زائد اثنين زائد او هاي كشكل بيزبط كحول وبيزبط ايثر الكحول رويتش والاثرر طبعا اذا كان مركب اعطاني صيغة الجزائية سي ان اتش تو ان زائد او ايوة هذه الصيغة طلعو تو ان اذا بتاخدوها تو ان لحالها هاي ترى الكين كأنها صح مع او هاي بتزبط معي اعمل منها مصابغ اما الديهايد واما ايش كيتون ولما بقول الديهايد لازم اكون فنان ار سي دابل بوند او اتش ولما بقول كيتون ار سي دابل بوند او ار طبعا استاذ افرض اعطاني سي ثري اتش سيكس او واعطاني سي ثري اتش ثمانية او هاي الحصة الماضي لاهضوا اثنتين فيهم او بس هون عدد الاتشات زائد اتنين هون دابل هاي بتزبط الديهايد كيتون هاي عبارة عن كحول وكتبت لكم مصاوغاتها وعبارة عن مصاوغين كحوليات ومصاوغ ايطر الحصة الماضي كتبتها وموجودة عندكم في ورقة التأسيس طب سي ثري اي اتش سيكس او عالسري هاي استاذ ممكن الديهايد طبعا وممكن كيتون طب ممتاز الديهايد هاي الديهايد الديهايد استاذ ثلاثة سي افرد طب كيتون ثلاثة سي افرد افرد جناحيكة مدة جناحيكة ثلاثة سي ثلاثة سي طب شو اللي بيميزهم الديهايد الكربونيل تبعتها على الطرف ممتاز أستاذ ماهر بينما الكيتون الكاربونيل تبعتها في الوسط هاي الفرق بينهما فبالتالي خالصة طب هاي عليها رابطة ناقصها ثلاث هاي واحدة انتين بعطيها طب أستاذ لو جيتوا عديتوا ثلاثة وثلاثة ستة وواحدة وثلاثة سي روها ونفس عدد الدرات وبالتالي المصاوغات طب طالب قلت لك طب عطينا سي فور بدناش ندخل كثير يعني على التصاوض احنا اللي بدنا يعني زي ما نقول عارفين شو اللي بفيدنا وشو اللي ما بفيدنا فبالتالي الان صار عندي تمييز بين الصيغة الجزائية اذا كان فيها اوه ووحدة هي بتزبط كحول ايثر بتزبط الديهايد كيتون بتكفي كيف بميزهم اذا كان الكان مع اوه هي يا كحول يا ايثر يا رويتش يا رور اما اذا كانت سي ان اتش تو ان مع اوه فهي يا بتكون الديهايد يا بتكون كيتون طبعا الطالب اللي بحفظش العائلات بتروح عليه وبصير يتغلب في هذا الاشي فالان امورنا ان شاء الله طيبة فش عنا اي مشاكل خلصنا عيلتين من العائلات المهمة جدا الى وهي الديهايدات والكيتونات تمام نشوف الان سابعا الاحماد الكاربوكسيلية عائلة من العائلات العضوية مهمة جدا فيها اوتين RC double bond OH وهي دائما على الطرف هيها مجموعة طرفية او بيكتبوها RCOOH هذه المجموعة لاحظوا تسمى كاربوكسيل كاربوكسيل C double bond OH بيجي الطالب وقول لك استاذ مهر طب ما احنا شايفين انه فيها اشياءات شايفين فيها كاربونيل وشايفين فيها هيدروكسيل هي فعليا تجمع بين العائلتين المجموعتين الوظيفية هاي لحالها لحالها اسمها كاربونيل طب هاي لحالها شو اسمها هيدروكسيل ايه طيب مجموعة الو اتش هيدروكسيل والC double bond O كاربونيل فايجوا قالوا طب في عيلة من العائلات اللي هي هاي فيها الثنتين طب شو نسويها نعمل نحت نحت اللغة العربية اني اخذلي شقفي من هاي وشقفي من هاي فايجوا قالوا دلعوها يا جماعة الخير اه اعطوها اسم دلع شو اسم الدلع من الكاربونيل خذوا كاربو ومن الكسيل هيدروكسيل هون خذوا كسيل فسموها باسم جديد كاربوكسيل كيف باللغة العربية بقولوا طاها حسين فايجوا اللغة العربية قالوا طحسني اه نحتوها طاها حسين نسموه طحسني عساس يدمجوا الحرفين طب هاي فيها هيدروكسيل وكربونيل شو قالوا كاربوكسيل فدمجوا ايش اللي هي الاسماء بالطريقة هاي هسا ما لناش علاقة منين قرعت أبوها منين جابوها احنا مننا نشوف سي دابل بوند او اتح اسمها كاربوكسيل سي دابل بوند او اتح او سي او او اتح وهي دائما تقع على الطرف من الاخر يعني لا تأخذ رقما عند التسمية استاذ مهر احسنتم صنعا طب يلا نشوف طريقة التسمية وقولوا حمض زائد اسم الالكان زائد المقطع ويك يعني حمض الالكاناويك الالكاناويك ما عجبتنيش الالكاناويك حمض الالكاناويك الالكاناويك الكان معويك طبعا سهل يا جماعة سي اتش ثري سي دابل بوند او اتش حمض الالكاناويك قد يكتب بالصورة انه ما يعطيني مبينة مجموعة الكاربونيل ظاهرة امامنا يعني مثلا اجا اعطاني اياها بالصورة هاي راح كاتبها يعني مش مكاتبها سي يكتبها هيك سي اتش ثري سي او او اتش حمض الالكاناويك اللي هو هذا الخل يا جماعة حمض الاساتيك كاسم شائع مشهور جدا طبعا الطلاب يجي بقولك طب نحفو اسماء الشائع يعني بدناش ندخل بعض الاسماء اللي بنحكيها مش غلط انكم تعرفوها ثم الحمض الاخر كم سي واحدة سي او او اتش حمض المي ثانويك وبجوز نكتبه بالصورة هاي اتش سي دابل بوند او اتش اتش سي دابل بوند او اتش الان حمض المي ثانويك اوكي يا هيك يا هيك ضرت كربون واحدة طب طالب بقولك استاذ ما هي هاي ار اه كربون هاي يجوز ان تكون اتش استاذ ماهر عادي ليصبح ابسط حمض كاربوكسيلي كيف الالديهايد كمان بدلناها باتش نفس الاشي يعني لما كتبنا مي ثانال يعني في حمض كاربوكسيلي بذرة وفي الديهايد بذرة هس لما بنشوف طالب بشوف هاي حلقة البنزين وبشوف سيدة بالبندوق اول اشي هو حمض كاربوكسيلي بقولوله حمض البنزويك بما انه بنزين مع مجموعة كاربوكسيلي اطلقوا عليه لقب حمض بنزويك بنزويك اسد حمض البنزويك تمام طب استاذ لو كان في عندها مثلا سلسلة اطول طحدة انتين ثلاث السحية طلعوا دائما عالطرف بدك تعدوا معايها لو في فرع الاولوية لها من عندها لو في فرع الثاني من الجهة اليسار وهي دائما عالطرف بتعدوا من جنبها يعني هي زي باب الدار بتفعش تفوت من الشباك بتبلش من عندها من هون هي طرفية لكن الاولوية عندها واحد اتنين ثلاث بروبان بما انه سيدة بالبوند او اتش بروبانويك فبقوله بروبانيك بروبانويك اسد اللي هو حم البروبانويك تمام اه استاذ سهلي وبسيطة جدا مش في هلاف ودوران ملاحظة مجموعة الكربوني لا تأخذ رقما طب شو ليش لا تأخذ رقما لانها دائما على الطرف الان استاذ اكتب لصيغة بنائية للمركب حمض لبيوت تنويك بيوت اربعة ماشي الحال بيوت تنويك اربع ذرات كربون ويك يعني اربع ذرات هسا الان بيوت اربعة ويك يعني حمض كربوكسيلي دابل بوند بكون حافظ انه بس بزينها بالعائلة بالمجموعة الوظيفية التي تخص هذه العائلة ساعتها سي اتش ثري سي اتش تو سي اتش تو والعب يا معلم بسيطة جدا وهاي الصيغة مكتوبة جاهزة حبينا انفرجيك وياها فبالتالي الان لاحظوا في مجموعة اسمها مجموعة الكربوكسيل مجموعة الكربوكسيل موجودة في يعني تخص تميز عائلات اللي هي الأحماض الكربوكسيلية اتمنى من الجميع يركز في هذا الامر في ان عائلة من العائلات وهي عائلة أخيرة تدعى الأسترات ايش بسموها الأسترات استاذ محب الأسترات اسفين عائلة يعني تعد خرافية بالنسبة للمركبات العربية ليش يعني مهمة أستر أر سي دابل بوند أو أر أو أر سي أو أر ري كور تكتب هيك وهيك هسا بتعرفوا أن الأستر ميزته في أكسجنتين يعني بينه وبين الحمض الكربوكسيلي شعره سي دابل بوند أو لو كانت هاي ايتش بتقلب حمض كربوكسيلي حسا في الأستر عشان يبقى صيغته أستر لا يمكن أن تستبدل هذه الأر بأي حال من الأحوال في الأستر بأيتش والسبب لأنها تصبح حمض كربوكسيلي لا يمكن استبدالها بأيتش في الأستر لأنه يصبح حمض ايتش كربوكسيلي وبالتالي احنا بدناش هذا الإشي إذن لا يمكن استبدالها بأيتش في الأستر لأنه يصبح حمض كربوكسيلي تمام الـ R هاي عادي تكون H ما في مشكلة أنا المجموعة الأسترية اللي هي اللي بتميز الـ C double bond O هذه الـ O دائما مشتبك معها R ولا يمكن أن تكون في الأستر بـ H تحت أي ظرف من الظروف فبالتالي بدنا نكون مركزين في هاي العائلة إذن طلعوا الشغل مغطاها بقشري R C double bond كمل O H أستاذها رحمت كاربوكسيلي طيب بدل هاي الـ H بـ R شي بتصفي R C double bond O R بس هاي أستر وهذه حمض كاربوكسيلي تمام؟ يعني الطالب شوي بدي يكون عنده دقة في الانتباه في حفظ العائلة بس الثنتين فيهم أكسجينتين بس هون نهاية C double bond O H كمجموعة كاربوكسيل بينما هاي مجموعة اللي هي أسترية تدل على وجود الأستر بالرابطة اللي موجودة بين C double bond O عليها دايماً R تذكروا هذه المعلومة طيب كيف بيسموا الأستر أستاذ؟ الأستر بتمسك أول ما تشوف الأستر بتقسمه من عند الرابطة اللي هي بين C والO شايفينها هاي C والO اقسمها براسك هيك بتجي على ذرة اللي هي الكربون المرتبط مع الأو هاي الأو دائماً بتكون مرتبطة مع السي تذكر الأو مرتبطة مع السي بيقسم من عندها الأو المرتبطة مع السي هاي أسا واحد بقول لك طب أستاذ ما هي هاي السي معها O أنا ما هي العلاقة بالO أنا بدي الأو هاي اللي معها كربون بقول اسم مجموعة ألكل لما أقول مجموعة ألكل يعني مثل يعني إثل يعني بروبل يعني فنل ها إذا في حلقة بنزين فنل إلى آخر باجي على الطرف هذا واحدة تنتين ثلاث خمس إن شاء الله المهم قديش تقول السلسلة هاي محسوبة في الاسم واحدة تنتين ثلاث إلى آخر فبيجوا بقولوا بتسميها اسم الألكان زائد وات يعني مع بعضها تلفظ الكانوات أسا لما نيجي إنه مع بعضها طلعوا في شاكفتين صار في الأسطر في التسمية الجزء اللي فيه O R هاي الأر ألكل مثل إثل بروبل بيوتل والجزء اللي فيه سيدابل بوند مع السلسلة اللي معاها هاي بيسموها الكان الكنوات ماشي الحال فبالتالي مع بعضه بصير فيه الكل وفيه الكنوات طبعا إحنا ما منخوض في تسمية الأسطر فيه لف ودوران كثير لكن إحنا بناخد الأشياء اللي مطلوبة منكم يعني صراحة أو الأشياء الخفيفة جدا جدا لأنه الخوض في الموضوع هذا بزهق الطلاب حرام يعني أكثر من ذلك فيه ناس بيبالغوا لكن إحنا بدناش نبالغ هاي أسطر CH3CWBONDO قسمته أنا هسا واحد بقول لك هون خط متقطع متصل بتفريق ايش معنا زي ما بدك طيب أستاذ بنجعل أوها مين هذا هذا مثل أستاذ ماهر طب أستاذ هون كم سي واحدة تنتين إيثان أستاذ إيثان وما أنه بتقول حطوا اللوات شو بسيط إيثانوات فيه ناس بيلفضها مثل إيثانوات أو إيثانوات المثل صراحة يعني هي احنا متعودين نبدأ بالتفرع بعدين يعني مجموعة الألكل بعدين الاسم الأطول سلسلة أو اللي فيه المقطع الخاص على الذي يدل على الاسم لكن بتسمى على الطريقتين صحيحة مثل إيثانوات أو إيثانوات المثل نفس الإشي هون هاي قسمنا هاي سيدة بأستر هاي إيثل أستاذ ماهر تمام إيثيل طب هاي واحدة تنتين تنتين إيثانوات مع بعضها إيثل إيثانوات إيثل إيثانوات أو إيثانوات الإيثل الطريقتين مستخدمات في المراجع طب نشوف هاي يلا أتش سي دابل بوند أو سي أتش دو سي أتش هاي قسمنا بدي أحض خط متقطع عشان اللي بيحبوا يسألوا طب أستاذ هاي لحالها إثل تمام طب احن قلنا الآر هاي ممكن تكون إيش هايها وهاي لحالها سي واحدة ميثانوات يلا شو بقولوا لها إيثل ميثانوات هايها إيثل إيثل ميثانوات سهل ايه؟ جدا جدا طلعوا لي على هاي الطلاب بس يشوفوا هاي بقول لك مش هاضه حمض كاربوكسيلي يا استاذ H-C-O-O-H هذا حمض الميثانويك لكن هاي بدك تطلع فيها منيح بدك تفتح مخة هاي عنيك فتح لمنيح هاي عنيك ركز خليهم يبرق وبرق C-O-O عليها H لا إذا عليها H-C-O حمض كاربوكسيلي بس عليها إيش اللي O هاي عليها C ساعتها بقدر أنا أخليها هيك وبقدر أرجع أكتبها بالصورة هاي إذا بحبها طب مدام كتبتها هيك استاذ اقسم وهذه أنا جبتلكوا الصيغ اللي بخربطوا فيها الطلاب صراحة طب اقسم آه قسمت مين هاي استاذ مثل تمام ومين هاي ميثانوات ساعتها شو بنقول مثل ميثانوات مثل ميثانوات هاي مثل وهاي ميثانوات إذا الآن الأستر في شكله شكله بسيط هذه الأر ممنوع تكون H لأنه هي أصلا جزء من التسمية في الأستر ممنوع تكون H في الأستر فلتك نقول RCWBONDOR ممنوع تكون H فبالتالي بد تكون الأمور طيبة وواضحة وصريحة ماشي الحال؟ طبعا الأسترات ممكن يطلب مني أكتب صيغ هرم الطلاب سيقول لك والله صعب لا والله أسهل وحده وأكثر صيغة بجيبوا عليها أسئلة صراحة كانوا لما يكون مطلوب التسمية أو كتاب الصيغ صيغة الأسترات بس إحنا حلوتها في التوجيه إنه بدنا تفاعلات فبيعطوا الصيغ مكتوبة جاهزة مي ثنوات البروبل طيب انسوا اللي مكتوب وتعالوا الروح على صفحة مي ثنوات البروبل نكتب الصيغة بس الاسم مي ثنوات البروبل حس أنتوا عارفين إنه هاي عبارة عن إيش أستاذ ماهر أستر طب تعالوا نركز شوي هاي الأستر شي صيغته أه أنا حفظ أرسيدة بالبوند أو أر ممتاز حس أنت لما تكتب أي أستر اتذكر إنه فيه ألكل وفي وات الألكل بروبل اللي هي من جهة الأو هاي بروبل والمي ثنوات من جهة هذا الضرف حس أنت أول ما تكتب صيغة أستر طلعوا شو بتساوه بتجي على الرابطة اللي بتربق بين السي دابل بوند أو والأو الرابطة الأسترية هاي سي دابل بوند أو هيك دائما في الأستر أبدأ بهاي أحسلكو سي دابل بوند أو طيب أستاذ بعد ذلك باجي على أنتو عارفين مع الأو هاي فيه ألكل هيا هاي ألكل صح؟ الألكل بروبل باجي بقول سي 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 طب لما بقول مي ثنوات هاي الطرف هذا الكنوات طب مي ثنوات كم سي واحدة بيجي الطالب بقول لك هاي ما هي موجودة أصلا بقوم يسلخها كمان سي صرت إي ثنوات ما هي محسوبة في العد هاي أو عدته في العد عرفتو كيف ما بسلتوه في العد ساعتها بروح مرة أخرى بنتبه أنه مي ث يعني ذرة كربون واحدة هايها موجودة خلاص ما فيش كربون إذن بعبل إتش تباتي فبتصفي أتش سي دابل بوند أو سي أتش تو سي أتش تو سي أتش ثري وضعي إيش لوز اللوز كمان مثال بيوتنوات البربل بيوتنوات البربل خلينا نروح على اللوح تبعنا ونكتب الصيغة بيوتنوات البربل نفس الشي هاي سي دابل بوند أو أو أستاذ أو تمام هيك دائما ببدأ محسوبي هاي بجهة الأل كنوات طب الأو معها ألكل وين الألكل هاي أستاذ صح طب كم سي هدول واحدة تنتين تلات وزع شوكالاتة وزع إتشاتك سي أتش ثري هاي أتش تو هاي أتش تو مية مية طيب أستاذ بيوتنوات بيوت كم حبه أيوة يلا البيوت كم حبه أستاذ محسوبي هاي أربعة في منهم واحدة تنتين ظلوا أسود ثلاث أربعة طب الآن اللي في شو الخطأ الشي يعد الطلاب إنه بينسها يسي وبروح يسلخها أربعة سي تطلع صيغته البنائية إيه شمالها خاطئة إتش ثري بس ما بقول لك من جبتها طبعا خطأ فادح ممكن جوه السلسري الحصة الباضي نهيتها تعطيك إتش ثري مستحيل فبالتالي منشوف على طول منقول لك أستاذ واحدة تنتين إتش ثو ثم إتش ثو وعالطرف أكيد أكيد بتكون سي أتش ثري وبالتالي كتابة أي صيغة مهما كانت في الأسطرات كتابتها سهلة بس شرط أبدأ بداية صحيحة يعني الطالب بيكون مستمتع في كتابة صيغة الأسطر إذا فاهم يعني هايو ما غيرناش اللون على فكرة إي ثنوات الإثل بتنشوف هاي بالله سي دابل بوند أو طب هاي الأو فيها ألكل أنو الألكل هايو ألكل صح سي سي طب إي ثنوات كم حبة ذرتين أستاذ في منهم واحدة وكمان واحدة وهي إتش ثري روح هاي إتش دو وهي إتش ثري وكان الله بسره عليما سهلة جدا كتابة صيغة إيش الأسطرات إذن سهلات الأسطرات فيش فيهم هالإشي العقد اللي ممكن إغلب هسه شوف الأحماض الكربوكسرية والأسطرات دائما بيكونوا تقرفوا إنه هم وجهان لعملة واحدة كيف يعني مش رح تغير اللون لهم نفس الصيغة الجزائية سي إن إتش تو إن زائد أو تو يعني سي إن إتش تو إن هسه لو أو واحدة بتكون ألضهاد وكيتون بس مما أنه وجود أكسجنتين هون خلص فيش مجال مستحيل لا ألضهاد ولا كيتون ولا أفكر في الكحول ولا أفكر في الإيثر هاي فيش مجال تكون العائلتين الوحيدات اللي فيهم دابل أو 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 هي يا حمض كاربوكسيري يا قحول هسه بقول لي أكتب الصيغة البنائية لمركبات تشترك بالصيغة الجزائية سي تو إتش فور آه سي تو إتش فور أو تو وجود الأو تو هاي تزبط معاك تكون أستر وبتزبط معاك تكون حمض كاربوكسيري تعالنا كاتبهم تعالوا نكتبهم أنا وياكم مدام بدي أكتب منها حمض كاربوكسيري وبدي أكتب منها مين أستر عسى بتكونوا أنتو طلاب فننين طب ليش فننين أستاذ الحمض الكاربوكسيري هيك صيغته أو إتش خلينا نغيرها بس مش حلوة طلعت أو إتش طب الأستر آر سي جبل بوند أو آر أستاذ مش من حقك تصرف أي سيات كم سي عندك تنتين عبقل لي أكتب صيغة بنائية تنتين بدي أحولها هاي بتزبط لأنه أكسجنتين يا أستر يا حمض كاربوكسيري تعالوا نشوف شطرتنا شطرتنا الكبيرة أوي سي ستين يلا سي سي بما أني بدي أكتب حمض كاربوكسيري بعرف كيف بزينها مجموعتها الوظيفية على الطرف دابل بوند أو إتش بعب الإتشات هون هاي رابطة واحدة هاي إتش ثري طب تعالوا شوفوا صرفت أربعة إتش آ ثلاثة وواحدة أربعة صرفت ثنتين سي آ أستاذ وأكسجنتين وضعي لوز هون شطرتك في الأسطر أسطرك مهم جدا وهي صيغة مهمة جدا شو اتفقت أنا وياكو في الأسطر أبدأ أستاذ في السي دابل بوند أو أو صرفت كم سي واحدة شو ضيل لك واحدة لأنه هاي واحدة منهم طب أستاذ وين أروح بالسي هاي أحطها هون ولا هون أنت وأنا عارفين أنه هاي ممنوع ها تكون إتش في الأسطر صح فلذلك خاوة بدي تكون هون هاي السي خلصت السيات ما ظلش عندي ولا سي بعطيها كمان إتش هون وهي إتش إثري هيك كتبت الصيغة ثلاثة وواحدة أربعة إتش أكسجينتين واثنين سي طبعا هذا هو حمض كربوكسيلي بيسموه حمض الإيثانويك تمام بينما هذا زي ما اتفقنا نقسم الأسطر هيك هاي ميثيل آه ممتاز وهاي ذرة كربون واحدة ميثانوات مثل ميثانوات تمام التمام صيغتنا حلوة وبسيطة جدا ما في مشاكل شوفوا لي هذا السؤال أكتب صيغ بنائية لأسطر به ثلاثة ذرات كربون يعني من الآخر كانوا بقول لك أكتب تصاوه ثلاث ذرات كربون تعالوا الروح على لوح جديد أسطر به ثلاث ذرات كربون كربون هسا أستر دي كل واحد عنده شوية ستارة أستر ثلاثة كربون زي ما قلنا هسا سي دابل بوند أو أو سي دابل بوند أو واحد بقول لك طيب ليش كتب الثنتين ليش ما يكونوا الثلاث لأنه أنت لو هايكونوا هتقرروا أنه فيش غير احتمالي كم سي في ثلاث هاي واحدة هاي واحدة كل واحدة بدأت بإني صرفت من الثلاث واحدة ظل اللي يجديش ثنتين هسا مشكلتي في الثنتين وين أروح فيهم هسا هون يزبطش يكون إتش تحت إضافة من الظروف لأنه لو حطيتها إتش تقلب حمض كربون طيب شو رأيكم نحط واحدة هون وواحدة هون هاي إتش ثري هاي إتش ثري الطالب بقول خلص ما ظلش لا ظل طيب شو رأيكم من هاي واحدة ظل ثنتين أحط ثنتين هون وأقلب هاي إتش طيب بصير آه أستاذ ممكن تكون هذي كيتش وأنتم عارفين الأسطر هاي عادي تكون إتش بس هاي مش عادي تكون إيش إتش ساعتها لما أجي أسميهم أنا بس نعب بإتشاتهم إتش ثري هاي إتش تو سمي بسم الله يلا أعطيها دقة مع لش الخلوي ناسينو عالسريع هاي إبارة عن مثل وهاي إيثان وحطوا اللوات مع بعضها مثل إيثانوات طب هاي اقسم من هون أه أستاذ خط متصل ومتقطع زي ما بدك هاي إثل وهاي ميث ثانوات فهي إثل ميثا نوات سهلة بسيطة جدا فيش فيها لف ودوران طبع أعطينا أسطر فيه أربعة خمسة ستة يعني إحنا بدناش نخوض هسا بأشياء نعطي أسطر به عادي أربع ذرات كربون أو خمسة يعني ما في هالمشكلة الممكن تكون صعبة جدا إذن لاحظوا كعائلة عضوية مهمة جدا نكون ملتزمين به أيه أي المصاوغين كتبتهم وسميتهم عندهم يعني أنا من الآخر الآن إذا بتلاحظوا العيلة هاي كعائلة R C Double Bond OH و R C Double Bond OR طبع هذول الأستاذ ماهر هذا حمد كربوكسيلي وهذا إيش أستر طيب حمد كربوكسيلي وأستر حمد كربوكسيلي وأستر هذول مهمات كبكج درسناهم اليوم كمان درسنا بكج آخر اللي هو R C Double Bond OH و R C Double Bond R هذا بدلعو Aldehyde وهذا بدلعو كيتون بكجين درسنا هاي طب يا جماعة والله يعني سهل الطلاب بتمشكلوا بهذول أنا بحكي لكم أنا خبرتنا في التوجيه منركز على هذول يا جماعة Aldehyde RCWBond OH Ketone RCWBond OR طب الحمد كربوكسيلي طلعوا فيه أكسجنتين تفرق إلعبوا في الموضوع يعني أنت بتقدر تتسلى بس زيد O هون بيقلب حمد كربوكسيلي حط O هون بستاذي بيقلب أستر طب أنا حافظ الكيتون بس لزق له O بيقلب أستر طب يعني هي شغلة تلاعب بركب بحضر يعني أنا بدي أحفظهم من الآخر مطلوب مني أكون حافظهم بنسبة 100 بالمئة الطالب إذا مش حافظ عائلاته صاح بتروح عليه في عندي عائلة من العائلات اللي هي رح نرجع لها اللي هي رابعا اسمها الأمينات وهذه العائلة الأخيرة من العائلات اللي درسناها وهسا نرجع لهم كلياتهم مع بعضهم الأمينات أمين أمين بالتوجيه كتفاعلات صراحة فيش عليها تفاعلات لكن بتمر معنا كلمة أمين في الدرس الأول في الحموض والقواعد فبدنا نحكي عنها R N H 2 اتفقنا R هي كربون أستاذ مهر تمام ويبيزها وجود ال N H 2 N ال N بتعمل ثلاث روابط R N H H هاي ال N واحدة 2 3 طريقة التسمية في الأمينات بقولوا ما من ما بدنا الرقم هون مع أنه إلها طريقة بس الطريقة السريعة المنسمي فيها احنا بنقول ألك الأمين ألك الأمين طيب أستاذ مدام ألك الأمين شو بقولوا C H 3 N H 2 ها طيب ألكل مع أمين وجود N H 2 تعني أمينات طيب أستاذ C H 3 N H 2 لحالة هاي كألكل مثل ها وجود هاي أمين فبقولوا لها مثل أمين مثل إيش أمين طيب C H 3 C H 2 N H 2 طالما بتقع على الطرف هاي ما بيعطيها رقم واحدة تنتين إثل أمين إثل مع مين مع أمين حسنا فيه كثير من الطلاب بتسألوا طب ممكن أبدل هاي بR نعم يمكن يمكن استبدالها بR هاي الـ H يعني أبدلها كربون لتصبح زي هاي طلع N C H 3 C H 3 H طب أستاذ N C H 3 C H 3 H عليها هاي مجموعة ألكل وهاي مجموعة ألكل هاي مثل وهاي مثل ثنائي مثل وأمين بنحط كلمة إيش أمين ثنائي مثل إيش أمين طب لو أجوا ثلاث بتصير ثلاثة مثل أمين هذه الصيغة بيكتبوها هيك C H 3 الكل Y 2 N H بيجي الطالب بقول لك C H 3 يعني C H 3 وراها C H 3 لا استاذ الـ N عليها ونبهت عليها من الحصة الماضية هاي الـ N أو أعطيتها في الكحولات وفي الإيثرات هاي الـ N عليها C H 3 C H 3 C H 3 بيجي طو عمرها ما بتجي سلسلة بتجي سلسلة C H 2 بقدر أفكها غير هيك لا مستحيل واحد يفق C H 3 سلسلة يقول لي افرض كانت C H 3 بيجي طريق برضو مشكلة من المشاكل ممنوع إنه نحط C H 3 C H 3 زي المثال هذا هسه شو بيقول لي أكتب صيغة بنائية للمركب التالي ثلاثي مثل أمين أو هون أول إشي معنى صيغة نفس الإشي خالص ثم حكيناها ثلاثي مثل أمين أنا بس أشوف أمين بحط N ها شو بحط N هسا الـ N هي معروفة بتعمل ثلاثة وابط إذا بس عليها ألك الوحدة بتكون H 2 بس الآن هو عبقل لي ثلاثي مثل أمين يعني كم مجموعة مثل ثلاث هاي وحدة وهاي ثنتين وهاي ثلاثة هاي ثلاثة مثل أمين وهاي إذا بدكوا الصح بيكتبوها هيك طبعا كاختصارة سريعة جدا طبعا أنا بعرف أنه CH3 باي ثري N أنه فيها الـ N ثلاث مجموعة CH3 فهي ثلاثة مثل ايش أمين بينما بروب بروب الأمين أول إشي أمين H N آسف بروب ثلاثة C هاي واحدة ثنتين ثلاثة بروب فيش غير هاي H3 H2 طب هاي الـ N بكمل لها هاي عليها رابطة بحط لها طبعا واحد بقول لك نحط لها ثلاث لا أنتوا عارفين أنه بتعمل كم رابطة ثلاثة روابط هسا السؤال الطلاب أنه الطريقة هاي كالك الأمين فيها ترقيم لا لكن الفضول لا للي بيحبه الأمين ممكن تجي كمجموعة NH2 فرع هسا للي بيحبه فائدة لكم بس مجرد معلومة معلومة لكم ملاحظة اللي بيحب إذا جاءت مجموعة هاي معلومة زيادة NH2 تفرعا فإنها تسمى أمينو زائد بضفولة كلمة إيش أمينو أمين يعني هيك CH3 CH3 CH بتتعامل كفرع الآن CH2 CH3 هاي رقم أطول سيسري أستاذ منين أرقم؟ طبعا من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية طب من الطرف الأقرب للمجموعة الوظيفية يلا الرقم واحد اثنين ثلاث أربعة هسا هاي بعملها كفرع شو بدلعها؟ أمينو طب أستاذ وين الأمينو على الذرة الثانية فبقولوا اثنين أمينو ماشي الحال بيوتان اثنين أمينو بيوتان اه اثنين أمينو بيوتان احنا بالنسبة إلنا يعني الأمينات بدناش نخوض فيها كثيرا لكن كثير من الطلاب أستاذ لو أجد جو السلسلة عادي بتتعامل كتفرع بس طب لو فيهم CH3 أستاذ لمن الأولوية الأولوية للن لأنها هي المجموعة الوظيفية التي تميز الأمينات ولذلك الطالب بد يكون مميز إنه الأمينات كمجموعة تنتهي بالن اتش تو إذا أجد في وسط السلسلة وبلش بدي أسميها أو يعني أجد عملت معها كتفرع بعد في السلسلة وبعطيها رقم يناسب مكانها والعد من جهتها وتدلع أمينو هذه اسمها طريقة الأيوباك الطريقة هذه هي الطريقة الشائعة في تسمية الأمينات وإحنا صراحة نتعامل مع الطريقة الشائعة إذا بدكو الصح في تسمية الأمينات اللي هو بقوله لها ألك الأمين يعني عمي أمين أنكل أمين ألك الأمين أوكي فهي طريقة التسمية المناسبة للمركبات العضوية وهذه كانت آخر عائلة من العائلات اللي إحنا يعني حكينا عنها وكتبت لكم أنا هون إنه هاي عندي عيلي عيلتين بشبهوا بعضهم هذول زي ما تقولوا بيصبوا ببعضهم يعني بصبوا ع بعضهم مش بيصبوا ع بعضهم هاي بتقلب حمض كاربوكسيلي هاي حط اللقوب بتقلب طلع ألديهايد كيتون ادحش لقوب حمض كاربوكسيلي ادحش لقوب بتقلب كيتون يا سلام طب مين الباكيجات كمان اللي بنا نركز عليها صراحة اللي هي الكحول رو اتش كحول طلعوا الإثر حط بدل الاتش هاي ر بتصفي إيش إثر هاي اتنين هاي أربعة هاي ستة طب مين من العائلات كمان مشهورة جدا لدينا وإحنا منركز عليها طبعا في عنا عيلة اسمها اللي هي هاليد اللي هي الريكس ماشي الحال اللي هي هاليد الكل وفي عنا عائلة اللي هسا حكينا عنها RNH2 الأمينات في ناس بقول لك طب في الأميادات بدنا عشي إياها فيش داعي إننا نغلبكوا فيها الأميادات خلص اللي بدنا إياها إحنا منحكيه ثم طلعوا اتنين هاي أربعة هاي كحولات إيثارات هاي ستة وهاي اللي هي الهاليدات الألكل والأمينات في المجموعات الوظيفية اللي درسناها وفي الأول أخذنا كمان اللي هو الروابط أحادية الكام أستاذ ماهر ثم أخذنا في الهايدرو كربونات الرابطة الثنائية اللي هو الكين ثم أخذنا تريبل الكاين ثم أخذنا دويرة اللي هي البنزين أوكي فهذه العائلات الرئيسية اللي درسناها إحنا وياكو كانت طبعا هي آخر عائلة في العائلات العضوية اللي هي الأسترات درسنا إحنا وياكو الأسترات هي سابعا ثامنا يعني شفتوا العائلات ثمن مجموعات وظيفية إحنا هون لخصناكو بشكل بسيط جدا بمربعات زوج هاي اثنين هاي ثلاث هاي الزوج الرابع هم ثمانية عائلات عضوية ثم هايدرو كربونات هايدرو هايدرو كربونات اللي درسناها فهي عبارة عن الكانو الكين والكاين وحلقة بنزين كمجموعة طبعا الطالب إذا بدوا يستذكرهم أنا عامل جدول هون وفيما يلي جدولا يبين الصيغة العامة واللي هي وأسماء المجموعات الوظيفية في المركبات العضوية طبعا في أمثلة طبعا هون هاي الكين بميزها وجود رابطة ثنائية الكينات العيلة شوفوا هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود بالنسبة للطلاب مهمين جدا مثال اي ثين اه اي ثين كل مركب عضوي وطريقة تسميت وملخص يعني لكل المطلوب مننا من العائلات العضوية اللي ممكن أننا نتعامل معها ماشي الحال فبالتالي بدنا نكون مركزين في هذا الإشي وهيك بنكون إحنا أنهينا ما يسمى تأسيس المركبات العضوية وعلى فكرة لو بدنا ندخل يعني نضيع وقت الطلاب حرم ممكن أشرح لكم عشرين ساعة وخمسة وعشرين ساعة بس عضوية لكن صراحة إحنا بنعرف شو اللي بدنا إياه وشو الأشياء الرئيسية شرحناها من وانطلق وأكثر من هيك على هاتق الأستاذ مهر لا تعرفوا حرام تضيعوا وقتكم أنا شايف ممكن البعض يخوض في تسميات وفي كذا يعني عقد الطلاب إحنا مش مطلوب ندخل هذا المدخل أسسوا الأشياء اللي بدنا إياها و يعني الأشياء اللي إحنا بتفيدنا في مادة إحنا مقبلين على مادة توجيهي مادة توجيه هاي هي اللي بدنا منها أشياء معينة مشان هيك إحنا إنتوا أهم شيء تبدعوا في التوجيهي أنا ما بدي أبدع في الأول ثانوي لكن الآن شو بيلزبنا للتوجيهي إحنا أعطينا الطريق سهل للطلاب بإذن الله تعالى وراح تكون أمورك تمام التمام في النهاية لا يسعني إلا إني أتوجه بالشكر لدى طلابنا اللي بتابعوا بيحضروا التأسيس وإن شاء الله انتظرونا في الأفضل انتظروا منا ما هو الأفضل الأفضل طلاب الأول ثانوي أنتم في أمان أمان مية بالمية والسبب إنه إحنا عارفين شو بدنا نشرح وعارفين كيف بدنا نشغل معاكم عارفين كيف نأملكوا الطريق بشكل صحيح وتكون في الوضع الأمثل والأفضل يعطيكوا ألف عافية نستودعكم الله وفي رعاية الله نترككم